الحمد لله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن أعظم نعمة لله علينا الهداية للإسلام إن معرفة الله عز وجل بالتوحيد هي أعظم النعم وأجلها وأشرفها وأكرمها وأعلاها وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون شرف نعمة الإسلام فيتذاكرون فضل هذه النعمة لأن النعمة تقر بالشكر وبالذكر فقد روى مسلم في صحيحه عن معاوية رضي الله عنه قال اجتمع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يتذاكرون الإسلام وما من الله به علينا من نعمة الهداية فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أجلسكم فقلنا جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به من الهداية فقال آه الله ما أجلسنا إلا ذاك فقال أما إني لا أستحلفكم تهمة لكم ولكن جاءني جبريل آنفا فقال إن الله عز وجل يباهي بمجلسكم هذا الملائكة فطوبى لمن هدي للإسلام ورزق كفافا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام هو مصدر عزتنا ومصدر كرامتنا هو أصلنا وفصلنا إذا تمسكنا به أعزنا الله لما ذهب أمير المؤمنين عمر إلى الشام وصل إلى الشام يستقبله الوجهاء والكبراء وكان أمير المؤمنين وخليفة الإسلام صلعته تلوح في الشمس على كتفه عمامة خلقة جمله أورق خاض في مخاضة الماء والطين جعل خفه تحت إبطه الأيسر وأمسك بيده اليمنى خطام دابته ومشى في الماء والطين يقول له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض فيلهزه عمر رضي الله عنه في صدره لهزة أوجعته وقال آه لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة أما إن الأمر ليس هاهنا إنما الأمر هاهنا وأشار إلى السماء إنما الأمر هاهنا وأشار إلى السماء ثم قال يا أبا عبيدة إنا كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله هذه كلمة عمر الذهبية نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وأي إسلام قصد رضي الله عنه لا بد أنه قصد الإسلام المصفى الإسلام والسنة الإسلام الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الإسلام الناصع الذي دعت له الأنبياء والرسل الإسلام الذي هو النعمة التامة الذي قال الله عز وجل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ذلك هو الإسلام الذي إن تمسكنا به أعزنا الله على سائر الأمم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون هذه القاعدة يعلمون أن الإسلام المصفى من الشرك الأكبر وأسبابه ووسائله وصوره والشرك الأصبر وأسبس أصغر وأسبابه ووسائله وصوره وذرائعه وكذلك البدعة التي تشوه جمال الإسلام والمعاصي الكبيرة يحرمون الربا والزنا وانتشار الفاحشة ويحرمون ذلك تبعا لما أمر الله عز وجل إبقاء للإسلام على نصاعته وصورته والضاءة ذلك هو الإسلام الذي إن عمل به الناس أحياهم الله عز وجل وأعاد لهم عزتهم الماضية المفقودة التي يرجوها كل صادق في زماننا هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي عنه عبد الرزاق في المصنف أنه مر على جماعة يتضاحكون فقال لهم لقد تركتم أمر ربكم والله لئن تركتم أمر ربكم ليسلطن الله عليكم اليهود والنصارى والمجوسة ثم ليطأن رقابكم والله لئن تركتم أمر ربكم ليسلطن الله عليكم اليهود والنصارى والمجوس ثم ليطؤن رقابكم هذه الأمة لا تزال ذليل إذا خذلت الإسلام تبت في صيح البخارية أن عمر بن العاص لقي ملكا من ملوك الروم وقبل أن تبدأ المعركة في يومهم ذاك طلبه ملك الروم للكلام فلما لقيه عمر بن العاص قال له ملك الروم أي دين هذا الذي تدعون الناس إليه فحدثه عمر بن العاص فقال ملك الروم أما إن نبيكم قد صدقكم وقد جاءتنا أنبياؤنا بالذي جاءكم به فقلنا عليهم فأظهرهم الله علينا فلما انكسرنا لهم وأخذنا بأمرهم نصرنا الله فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم أظهركم الله علينا ولا شاررناكم في أرض إلا غلبتمونا فإن أنتم تركتم أمر نبيكم فلم تكونوا أكثر منا عددا ولا عدة ولا سلاحة ولا أشد قوة ولا بطشة إن تركنا أمر نبينا إن تركنا أمر الإسلام إن خذلناه إن لم نصبر على نصرته إن لم نصبر على إقامته في حياتنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا وفي تجاراتنا وفي تربيتنا لأبنائنا وإن لم نفعله في كل جزئية من حياتنا فقد خذلناه فإذا خذلناه حصل لنا الخذلان بحسب ذلك وكل بحسب ما يعمل إن كل واحد منا في قلبه هم وغم وشعث وإقبال على الدنيا وحصرة وندامة وخوف من المستقبل بحسب خذلانه إلى الإسلام وكل من كان في قلبه طمأنينة وراحة وطيب عيش في حياته ونفسه فإنما بحسب نصرته للإسلام ورضاه عن نفسه بما يقدر أن يقوم فيه لنصرة الإسلام بكلمة حق في مكان ما بقصاصة ورقة ينشرها بكلمة حق يقولها عند الناس ويحتمل لقاء ذلك الأذى إن في إخواننا اليوم من يعرف أن في الشيعة الملاعين من هو أعظم خبثاً وضرراً على الإسلام من اليهود ويأبى أن ينصر الإسلام والسنة ببيان عيوب الشيعة خشية موجة السياسة التي يعتليها يعتلي أبهتها الحزبي هنا اليوم في بلادنا وفي غير بلادنا أفلا تنصر الإسلام والسنة بكلمة حق؟ ألا لعن الله قوماً لا يعرفون قدر نبيهم ولا يعرفون قدر صحابته ولا يعرفون قدر أهل البيت الأطهار ولا يعرفون قدر القرآن الكريم ألا لعن الله نصراً سيجيء من وراء أولئك القوم إننا لا ننشد ذلك النصر إننا نريد الإسلام الذي كان في عهد الصحابة وبه ينصرنا الله وينصر بنا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرون الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله خطبة الثانية موعظة أرجو من الله أن ينفع بها ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي اليسر أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت في هذه الموعظة وفي هذا الدعاء الذي علمناه نبينا صلى الله عليه وسلم التعوذ بالله عز وجل من ميتة السوء وميتة السوء ميتة فيها ألم شديد إذا حصل هذا الألم ربما لم يصبر الإنسان عليه فيفتتن في دينه لأن الألم إذا اشتد عند الموت يفتنه الله عز وجل به فمنا من لا يصبر فقد ينقم على الله والعياذ بالله لذلك كانت هذه الميتات من ميتات السوء ومصارع السوء فتعوذ بها منها صلى الله عليه وسلم ولما كان الموت حاصلا ولابد وفيه مشقة وفيه شدة على الإنسان احتاج كل واحد مننا أن يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء وأمثاله تقول أم المؤمنين عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت كان يدخل يده في ركوة ماء بارد ويجعل الماء على وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم هوّن عليّ سكرات الموت اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى قالت وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فقبضه فوالله لا أحب أن يخفف الموت على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بك يا اللهم أهاوين علي سكرات الموت التي هي أخذات الموت والسكرات جمع سكره والسكره هي الحالة التي تخشى الإنسان عند موته فلا يعقل ما يقول ولا يملك الإدراك التام ولا يعي وهذه التي قال الله عز وجل فيها وجاءت سكرة الموت بالحق وهذه السكرة وهذه الحالة التي تخشى بسبب ألم الموت الشديد حتى قال أنس بن مالك قلنا يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا فقال إني أوعك وعك رجلين منكم إني أوعك وعك رجلين منكم قال أنس وفاطمة عند رأس أبيها والموت يأخذه فتقول واكرب أبتا فيقول لا كرب على أبيك بعد الموت فالموت كرب خطبه جسيم ومصيبته عظمى يحتاج الإنسان فيه إلى أن يلزم الإيمان وأن يتعوذ بالله عز وجل من ميتة السوء خشية أن يفتن في تلك الساعة سيما وقد سمعتم من دعائه صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان إن الشيطان عند الموت وأرجو أن ينتبه إخواننا وإذا حضر الموت المؤمنة دونكم هذا فإن فاتكم فلن تدركوه نعم هذا لا يصح ولا يعتمد عليه لكن يجب عليك أن تعلم أن الشيطان يحضرك عند موتك ويحاول أن يفتنك بالوسواس والخداع وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يحضر الإنسان في كل شأن من شؤون حياته والموت من أعظم شؤون حياته إذا حضره عند ولادته فينخصه ليبكي ويحضره عند موته ليصرفه عن الدين إن استطاع والإمام أحمد روى عنه أصحابه أنه لما حضره الموت جعل يغرق ويفيق يغرق ويفيق ولده عبد الله بيده خرقا ينتظر موت والده ليشد بها لحيي يقولون له قل لا إله إلا الله وهو يقول لا لا قل لا إله إلا الله لا بعد لا بعد حتى أبكى من حضر وهو إمام أهل الصنة فلما أفاق رضي الله عنه ورحمه الله قال لقد رأيت الشيطان والله بحذائي ويقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد يعني لا أستطيع إغواءك فكنت أقول له لن تدخل على قلب العجبة والكبر والطمأنينة فإنني لا آمن مكر الله إلى آخر لحظة من لحظات حياتي فكنت أقول له لا بعد لا بعد يعني لطالما روحي في جسدي فأنا معرض للفتنة وأرجو أن يثبتني الله وهذا معنى لا بعد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يقول لله وعزتك لا أبرح أخو ابن آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فيقول الله وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني فالشيطان معك لطالما هذه الروح في الجسد وإلى آخر لحظة من لحظات حياتك القرطبي رحمه الله في التذكير وفي التفسير ذكر عن شيخ شيخه أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي أنه دخل قرطبة فوجد فيها رجلا يجود ويموت يجود بنفسه يموت في سياق الموت فكان يقول له قل لا إله إلا الله فيقول لا لا فلما استيقظ قال رأيت الشيطان يقول مطنصرانيا فإنه خير الأديان وآخر يقول مط يهوديا فإنه خير الأديان فكنت أقول لا لا وأما لا إله إلا الله فوالله ما فارقت قلبي وكان الشيخ أبو الحسن القابس القرطبي إذا حدث بهذه القصة يبكي بكاء شديدا ويتلو قول الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يحتاج الإنسان إلى الثبات إلى آخر لحظة من لحظات حياته أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول ويقسم والله لا يأمن أحد مكر الله إلا صلب عند موته لا يأمن أحد استلب إلا صلب سفيان الثور يبكي بكاء شديدا عند مرضه ويخشان يكون مرض الموت فإذا قل له إلى هذا الحد تخاف الذنوب يقول وقد أمسك حفنة التراب والله لذنوب أهون علي من هذه فإني أرجو رحمة الله ولكني أخاف أن يشدد علي في الموت فأسأل الصبر فلا أعطاه فأفتن يحتاج الإنسان إلى الثبات ويهجم الموت مع سوء الخاتمة وسوء الظن على العبد إذا حصن ظاهره وساء باطنه وأقبل على الدنيا وأعرض شيئا فشيئا عن أمر دينه وبعد أن كان خادما لدين الله صار همه الدنيا وانعزل عن أمر المسلمين فمثل هذا يخليه رب العالمين مع نفسه عند موته ويكله إليها إذا أردت أن يثبتك الله فاخدم الإسلام واجعل الإسلام مقدما عندك على المال والولد والأهل وعلى التجارات فضلا عن الهوى ومحبة النفس انصر الإسلام في دارك وانصره في محلك وانصره في دكانك وانصره في لباسك وانصره في قولك فإن فعلت ذلك ولو كنت صاحب ذنوب فإني أرجو لك من الله اثبات عند الممات إياك أن تخذل الإسلام فيخذلك الله في موطن أنت أحواج ما تكون إليه أسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم وفق ملك البلاد للحكم بالكتاب والسنة وأخي من الصلاة ترجمة نانسي قنقر